اشتركوا في القناة احنا اتفقنا مع بعض ان انا اول خطوة بعملها علشان انشئ شركة بتاعتي بابدأ ان انا اول حاجة انزل بتاعي تاني خطوة ابدأ ان انا عرف الهاردوير بتاعي تلات خطوة بقسم الهارد ديسك بتاعي رابع خطوة بقى قبل بقى مدي لليوزر الجهاز بتاعه لابد ان انا كاريتلو يوزر نيم وباسورد عشان يخش بيهم صح؟ علشان انا كاريتلو يوزر نيم وباسورد يخش بيهم الكلام واحد في الاربع أوبريتنج سيستم يعني الكلام واحد في الاكس بيه والكلام واحد في السيفن والكلام واحد في الالفين وتمانية والكلام واحد في الالفين وتلاتة فاحنا نشتغل على السيفن وهو هو مفوش اي اختلاف في التلاتة غير حتة بسيطة كده في الالفين وتمانية هنشوفها مع بعض علشان تبدأ ان انت كاريت يوزر خلي بالك انا انواع اليوزرز اللي عندي حاجة اسمها المتد يوزر او ستاندرد يوزر وحاجة اسمها ادمنستريتور وما بين المتد وما بين الادمنستريتور عندي حاجة اسمها باور يوزر باور يوزر يوزر قوي شوية الستاندرد يوزر ده ما يقدرش يعمل اي حاجة على الجهاز غير شوية حاجات محدودة ادمنستريتور هو الكبير بتاع الجهاز ده اللي يقدر يعمل كل حاجة على الجهاز ان شاء الله حتى يمسح نسخة الويندوز الباور يوزر ولا هو ادمنستريتور فيقدر يعمل كل حاجة ولا هو المتد يوزر مشلول ما يقدرش يعمل حاجة لا ده في النص في حاجات بيعملها وحاجات ما بيعملهاش طبعا الانواع بتاعهم هنتكلم عنها المرة الجاية الفروق ما بينهم الفروق ما بينهم ما نتكلم عنها المرة الجاية ان شاء الله ما نتكلم عن حاجة اسمها run as عشان تكريت يوزر جوه الوبراتينج سيستم بتاعك بتبدأ ان حضرتك تخش هنا كده تقف على my computer وتقول له manage جوه manage ستبص لديك حاجة اسمها Local Users and Groups لما تخش جواها ستجد عندك حاجة اسمها Users و حاجة اسمها Groups حاجة اسمها Users و حاجة اسمها Groups Groups دي مجموعة من الناس موجودة با دفولت كل جروب من دي لما حطوا جواها اليوزر اللي انا كريته بيعمل حاجة جواه الجهاز ده كل جروب من دي لما حطوا جواها اليوزر ده انا اقول له انت هتبقى جوا الجروب الفلانية يقدر يعمل شوية حاجات اه تمام كده طبعا الجروب دي هناخدها على مدار الكورس يعني على مدار الكورس اغلبة هناخدها في الكورس ده يعني في التراك ده اللي هو التراك الاولاني لما نيجي مثلا نتكلم عن شيرينج نقول لو حطنا اليوزر في الجروب ده يقدر يعمل ايه Printing لو حطنا الراجل ده في الجروب ده يعمل ايه و هكذا معايا انما هو كورس الواحده اصلا اسمه security تراك الواحده خالص بيد عن الامسي اي تي بي خالص اليوزرز بقى لما تخش هنا كده في الحتة اللي اسمها local users and groups هتخش عبص تلاقي اليوزر اللي باي ديفولت انا كاريته علشان خاطر اخش على الانترفيس بتاع الويندوز تفعنا مع بعض سواء انا بسطة بxp او بسطة ب7 لابد ان انا كاريت يوزر علشان خاطر اخش على الانترفيس بتاع الويندوز من غير ما كاريت اليوزر ده مش هيرضى يدخني على الانترفيس بتاع الويندوز فاكرين؟ هه فاليوزر ده اللي انا كاريته اللي اسمه محمود اهو وهتبص لي عندك يوزر اسمه gest ويوزر اسمه administrator تمام كده؟ ولو دخلت على ال xp و جت هنا على my computer و قلت له manage local users and groups users هتلاقي برضو ايه نفس الكلام كان فيه مشكلة في ال xp و مايكروسوفت حلتها في 7 و الفيستر مشكلة ال xp ايه؟ مايكروسوفت قالت لك هو احنا في ال xp او 7 لابد علشان ادخل على الانترفيس بتاع الويندوز لابد ان انا كاريت يوزر مش متفقين على كده؟ كان في ال xp وانت بتسطبه كان بيطلع لك حاجه اسمه اليوزر نيم كاتب لك ال administrator ويقول لك دخلي البصور صح؟ فاكرين الانترفيس بتاع ال xp كان بيقول لك دخلي يوزر اسمه administrator هو مكتوب باي دفولت كلمة administrator وانت تدخله بصورد ونكست كانت شغالة مش لازم تكتب له بصورد فبتدوس next 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 وكمل عملية الانترفيس يجي لك عند اخر حتة ويقول لك دخلي يوزر فاكتب له يوزر ويقول مدخلني على الانترفيس بتاع الويندوز طب احنا اتفقنا من الراجل اللي اسمه administrator ده ده الكبير بتاع الجهاز بتاعي صح؟ طب هل ينفع الكبير بتاع الجهاز بتاعي اللي هو الدنيا كلها اعضر من خلاله ان انا اغير في كل الجهاز بتاعي اي applications اصطب برامج اغير في اي حاجة بقول لك ده انا ممكن امسح نسخة الويندوز هل ينفع الراجل الكبير ده يبقى من غير بصورد يعني معنى كده ايه انه هو من غير بصورد يعني معنى كده ان لو جيه user دلوقتي اللي اسمه محمود اللي داخل ده وجيه هنا كده وعمل log off والمفترض عشان يطلع له الادمنستراتور ده يجي هنا كده طبعا على في الريال لايف انت ما تجيش بقى في ام وتقول له send alt و control و delete انت بتعمل مرتين بس هنا على version machine لو انا دست كده alt و control هيسمع على المكنة الرئيسية اه فعلشان كده انا بعملها من هنا يعني لو دخلت كده ودست alt و control delete مرتين هببست ايه فتح لك الصفحة دي لو انا جيت هنا كده وروح تكاتب administrator قلت له enter رح فتح لي بالadministrator ليه نتيجة الراجل اللي سطب الويندوز ده وهو قاعد لما جدته الحتة بتاعت الadministrator مدخلوش بصورد فكده اليوزر هيعمل ايه انا عايزه واحد limited user طب واحد يقول ليه انت عايز الناس تبقى limited user علشان خطر اليوزر ما يستطب ليش برامج ويدرب لي نسخة الويندوز مش كل شوية اليوزر يضرب نسخة ويندوز limited user لما انا كون منزله antivirus ما يقدرش يعمله exit ما يقدرش يعمله disabled فاضمن انه لما يخش انترنت ما ينزليش فيروسات فتضرب لي نسخة الويندوز طبعا لما نتكلم الكلام ده المرة الجاية هتفهمه اهمية ان انا خلي الناس limited user بس الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك ان اليوزر قدر يخش بالadministrator ولا لا نتيجة ان اللي سطب الويندوز ده كحول وما اكثر الكواحيل فهمت والناس دلوقتي اليوزر بقى بيدور على اي حاجة يزبط بها نفسه فمايكروسوفت ابتداء بقى من الفيستا والسيفن قالت لك اعمل حاجه وانت كده او كده مش لازم علشان تخش على نسخة الويندوز لازم تكاريت يوزر يعني معنى كده انت مش محتاج الادمنستريتور في حاجة دلوقتي صح؟ فراحة منزلة الادمنستريتور بس خليته ماله disabled سهمل تحت كده اسود يعني معنى disabled لو انت عايز تعمله enabled تيجي هنا كده وتشيل اللي تشيك بوكس بتاعه ده اللي هو account is disabled ده for security علشان يعلوا السيكيوريتي علشان لما يجي يوزر ويكتب لك administrator لاني بقى اتحكنا عليه ايه؟ يا عمي مالهاش علاقة حتى لو دخله باسورد مش عارف يخش بيه disabled دي يعني مش شغال وصله لك ولا مش وصله لك؟ تمام؟ علشان حضرتك بقى carry user بتقف في الحتة اللي اسمها users وتروس وتدوس right click هتلاقي عندك حاجة اسمها new user هيفتحلك الشكل ده فكلمة new user علشان خاطر حضرتك تكارية يوزر يستخدم الجهاز ده؟ هبوس لقى عندي ثلاث حاجات عندي حاجة اسمها user name وعندي حاجة اسمها full name وعندي حاجة اسمها descriptions يوزر نيم ده اليوزر اللي انا هقدر اخش من خلاله يعني كلمة يوزر نيم ده الشكل اللي انا هقدر من خلاله اكتبه يعني لما اجي هنا كده وقلو 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 كده كده اليوزر نيم ده الي انا هكتبه هنا اما كلمة الفول نيم معناه ده اسمه بالكامل يعني انا ممكن اجي هنا كده وقلو اليوزر نيم بتاعي ام سرحان انما الفول نيم محمود سرحان يبقى بالشكل ده طب مين اللي هايزهر لليوزر او الفول نيم ده وظفته ايه لما عرفنا ان اليوزر نيم ده الي انا هقدر اخش من خلاله عارف الفول نيم وظفته ايه وظفته ان هو يظهر لي هنا كده او عال اكس بي لما اخش كده او عال اكس بي يظهر لي هنا دي بس وظفته طب هل اليوزر نيم يغني عن الفول نيم او يعني انا لو عملت هنا كده قلت له انا بس عايز ادخلك يوزر نيم مفيش مشكلة طب ايه اللي هلاقيه هنا بقى اليوزر نيم هو الفول نيم طب هل الفول نيم يغني عن اليوزر نيم لا الفول نيم ما يغنيش عن اليوزر نيم يعني انا لو جد الوقت كده قلت له انا عايزة كريت لك يوزر اسمه محمول سرحان فيه اصلا كريت شغلة انما لو انا قلت له انا عايزة كريت لك اكس ايه اللي حصل طالما كتبت له اي لتر هنا هيفتح لك ايه في الايه في الايه الاوتلوب لا 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 ما رأش اوال فول نيم بس لكي تجد خاطر تجده هنا كده في الديسبلين طبعا الكلام ده لسه يتعاد بشكل تاني بس على حاجة تانية نحن نتكلم هنا على الـ local فأنا هنا لو جيت قلت له مثلا الـ user name وقلت له password one two three ونقل له create كده انا كريت يوزر اسمه M سبحاني لما اجي هنا بقى اعمل log off كده اعمل كده اعمل 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 اشتركوا في القناة 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 بص بص اشتركوا في القناة 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 فول نيم وكتب لك ايه ام سرحان اقول له لا محمود وخلي بالك برده انا لو جيت هنا قلت له نيو يوزر وكتبت له هنا اي حاجة كريت تتفتح شلت من هنا وكتبت له هنا اي حاجة كريت ما تتفتحش بس انا عايز اكتركز معي بقى في الحتة دي بص لو انا قلت له لوج اوف والكلام ده على الاكس بيه والسيفن بس هي في السيفن ما بتتشافش يعني في السيفن مفيش عندك غير الشكل المنايل ده انما الاكس بيه فيه اشكال تانية بقى الديسبيلين ايه بص شايف هي بقى دي التركة اللي انا عايز اورها لك لو انا بقى دخلت هنا كده عملت لوج اوف ودخلت هنا كده وقلت له alt وcontrol و delete المفترض بقى ان انا لما اجي هنا كده في اليوزر نيم اكتب له محمود سرحان ولا ام سرحان ام سرحان صح بص لو انا كتبت له ام سرحان باسورد one two three هيدخلني صح ولو كتبت له الفول نيم هيدخلني برضو في السيفن مفيش غير الانترفيز ده غير الشكل ده يعني حتى لو عملت alt و control و delete مش هجيلك اي حاجة تانية فانا لو جيت دلوقتي بص وقلت له ايه ليه بقى لان هو هيفها من انا عصدي ده والكلام ده لما يكون الجهاز بتاعي في حاجة اسمها work group احفظ المعلومة دي كويس لما يكون الجهاز بتاعي في حاجة اسمها ايه work group عشان قدام شوية هنشوف لا ان الفول نيم غير اليوزر نيم انما هنا دلوقتي انا اقدر اكاريت يوزر باليوزر نيم بس هل ينفع اكاريت يوزر بالفول نيم فقط؟ ما ينفعش لازم اكون اعمل له يوزر نيم انما اقدر اعمل لوجين بالل اتنين يعني انا وجيت دلوقتي هنا كده و كتبت له محمود space صرحان و قلت له one two three و قلت له enter اللي حصل فاهم ان انا و دخني قدام شوية بقى لما نشوف حاجة اسمها domain لا اليوزر نيم غير الفول نيم الوزر نيم اعم اه ليس متاح لك اصلا لاني في السمن في الوركو جروب لا يجب أن يطلع لك شغل هذا الشكل يعني إذا قلت له ALT لا يوجد هذا الشكل ما هو هذا الشكل لكن المتاح لك فأنت هنا فأنت هنا لا يجب أن تكتب يعني هنا عندما تقول له سويتش يوزر لا يوجد نحن لا يريد هذا هل تفهمت أو وصلت أو لم يصلت ثاني تبقوا بس مركزين عشان لو حد سعى ايه بص اه طول ايه يا عمي لسه اصبر بس ايه اصبر بس خليك ماشي معي خطوة بخطوة اليوزر نيمة لو انا كتبت له يوزر اقدر اكاريت يوزر نيمة او صح فول نيمة ما اقدرش اكاريت بيوزر انما اليوزر نيمة او فول نيمة اقدر اعمل بيوزر صح كده طيب لما بتيجي بيع توقف هنا والكاريت يوزر خلي بالك انا الكمبيوتر انا لازم عشان اكاريت يوزر ايجي هنا و اقوله مانجة صح و اقوله نيو شورت كات و اقوله الوكال يوزر عند الكمبيوتر يوزر و جيت عند محمود او الوزر و احنا بانكاريته هتبوس لقى تحت احنا بقي نشوف ايه الحاجات اللي موجودة دي اول حاجة بيقولك ايه بيقولك user must change password at next login يعني معناها ايه يعني معناها اليوزر لازم يغير الباسورد بتاعته اول ما يعمل لوجين user must change password at next login يعني معناها اليوزر لازم يغير الباسورد بتاعته اول ما يعمل لوجين بيقولك user can't change password اه الله يفتح عليه مش الامنستراتور اللي يعملها له هو اللي يحط الباسورد بتاعته عندي اختيار تحتها بيقولك ايه user can't change password طب امتى الجقل دي و امتى الجقل دي والله انا البوليسي بتاعت الشركة بتاعته بتقولي انت مش لازم تكون عارف الباسورد بتاعت الناس خلاص انا بكاري standard password اللي هي مثلا من واحد لستة واقول للناس عليها اقول له انت الباسورد بتاعتك من واحد لستة اول اختيار اقول له user must change password at next login طبعا ما ينفع اقول الي user انت المرة الجاية لما تعمل login هتغير الباسورد وبعدين ارجع اقول له ايه user can't change password ما ينفعش اقول له انت لازم تغير الباسورد وارجع اقول له انت ما بتغيرش الباسورد ينفع علشان كده على طول اوتوماتيك راح امال لي دمت اللي تحتيها وكذلك لو انا اخترت دي على طول هيقوم قافل اللي فوقيها لان فيه علاقة عكسية ما بين الاتنين صح؟ فتعالا نقول له ايه user must change password at next login ونقول له apply ok ونعمل logo خش على محمود ونضي له الباسورد بتاعته اللي الراجل الادمنستراتور حتى هالو يعني ادخلت له اي باسورد وقالت له enter هايقول لي لقى الباسورد دي غلط لازم ادينه الباسورد عشان هو هيبعت الباسورد بتاعته للمكان اللي انا بكاريت جواه اليوزرز دول والمكان ده هنعرفه كمان شوية هنعرف المكان ده فين ووظيفته ايه بيبعت اليوزر name والباسورد للمكان ده المكان ده بيبص على الناس اللي موجودة اوه ده انت محمود للباسورد بتاعتك كده بس استنى عمل حاج انت لازم تغير الباسورد بتاعتك لما تخش تمام كده فابدأ ان انا اقول له one two three رح اقل ايه زيوزر باسورد بس استنى عمل حاجة نعم اقل ايه حسنا اقل ايه تعالي انت الجديدة اقل ايه هل تقوم بتغيير او لا؟ هل تقوم بتغيير باسورد؟ كذلك بالضبط الكلام على الـ XB مع اختلاف الرسالة يعني هو الرسالة نفس المضمون بس الشكل مختلف شوية في الـ XB عن السبب تيجي هنا كده واحنا ندخلون بمين بس ندخلون بمحمود سبحان مش هينفع محمود يعمل العملية دي دخلت بمحمود قولت له ادخلوا 1-2-3 ضغط ادخلوا 1-2-3-1-2 برضو كذلك نفس القرص ان يتخلقون من الاشتراك هل أجب الشكل الاجتماعي من المستفيل من مستقبل الاخي شكل الاشتراك سأرى هذا الرجل و ليس كل مرة يقول لك أول مرة خلاص الباسورد الجديدة الذي هو دخلها الذي هو واحد اثنين الذي دخلت عندما تدخل الباسورد ماذا؟ أنا دخلت لكي كتبت له الباسورد الجديدة و قال لي خلاص من بعد ذلك عندما أفعل لوج اف سأرى هذا الرجل ثم سأرى هذا الرجل لماذا كل مرة يغير الباسورد كانت الناس تفشت من الشوق كل مرة يغير الباسورد جديدة لماذا؟ هو الواحد سأفعل لك شال الباسورد قال لك user must change password at next login خلاص من واحد من واحد لستة كل واحد كل واحد الباسورد من واحد لستة كده الناس ستقدر ان تخش على حاجة بعضيها صحيح كده؟ فأنا بقى معلم على check box user must change password at next login يعني معناها لما تجي انت المرة الجاية تخش لكل اليوزر لما تجي انت تخش المرة الجاية غير الباسورد براحتك فهمتها وصلت لك؟ طب لو انا علمت على check box بتاع user can't change password خلي بالك بقى ان محمود محمود دلوقتي لو دخل لو نعملنا log off وجي هنا اليوزر اللي اسمه محمود ودخل الباسورد بتاعت one two ودخل هنا كده جوا control panel انا دخل بمحمود سرحان اللي انا لسه مكريته ها؟ قال له هنا كده هتهلي بس large icon هتلاقي عندك حاجة اسمه user account لو دخل كده في الحتة بتاعت ال user account هتلاقي عنده حاجة اسمه change your password يخش كده هيكتب له القديمة اللي هي one two ويقول له الجديدة one two three one two three ويقول له change غيره ولا لأ لا دي سهلا بص اخش one two three one two غيره ولا لأ يعني معنى كده ان اليوزر يقعد كل خمس دقايه عنده اسواس كل خمس دقايه يغير الباسورد بتاعته كل خمس دقايه يغير الباسورد بتاعته مفاش مشكلة كل خمس دقايه يغير الباسورد بتاعته ومفيش مشكلة بالنسبة له صح؟ طيب لو انا دخلت بقى الاختيار التاني ودخلت كده على ال الوكال يوزرز يوزرز ودخلت هنا كده وقلت له يوزر كانوت تشينج باسورد يوزر كانوت تشينج باسورد معناها ايه؟ اليوزر لو اتنطط ما يعرفش انه يغير الباسورد بتاعته لو قلت له ابلاي اوكي وجيت هنا كده وعملت لوج اوف كلام بقى واحد بقى مش هنقيده اللي فيه اختلافات هنقيدها على ال اكس بي ودخل هنا محمود وكتب وان تو باسورد بتاعته ودخل هنا تاني كده زي ما هو ما دخل على كنترول بانل يوزر اكاونت وقال له اتشينج باسورد فاقول له ايه؟ القديمة ايه؟ اقول له وان تو والجديدة عايزها وان تو سري وان تو سري وقلت له اتشينج قال لك ايه؟ ويندوز كانوت تشينج باسورد مش من حق طب بص بلاش انا ممكن اجيبها منين؟ من في ام وقال له التو كنترول وديليت هتطلع لك الشكل ده اقول له تشينج باسورد اقول لك طب دخلي الالد وان تو ودي وان تو سري وان تو سري وان تو سري وقال له انتر قال لك ايه؟ اكس اس دنايد يعني ما لكش بيرميشن ان انت تخش تنسل تنسل شايف؟ طب جي اليوزر وقال لك اعم انا واخد الكورس واعمل كده % وين ضير % system 32 backstash ونخش هناك اليوزر يخش هنا كده يجي هنا كده عند local users and groups وقال لك ايه؟ بص هو الادمنستراتور اعمل لي ايه؟ user cannot change password مش نفيع ان انا الكلام ده ها وقال له apply اوكي هل ينفع اصلا؟ اكس اس دنايد انت مش من الحقك ان انت تعمل كده ام سيحان عايزة اخش شي المحمود حلو تعالى كده انا عايز اخش اشيه المحمود اهو دليت دليت اكسس ديناي طب بص بلاش يا عم هو محمود ده هيقرفنا طب اهو ست هغير له الباسورد بتاعته وابقى انا عارفه اكسس ديناي يا عم الحاج انت اليميتد يوزر اليميتد يوزر ما يقدرش يعمل اي حاجة ياخد على فو يسكت لاي اما انا داخل بالاكاونت بتاع محمود او الاكاونت بيدي فولت بيبقى ايوة اهم والله لا انا داخل بمحمود محمود سبحان اللي انا جيت عنده هنا كده وقالت له يوزر كانو تتشينج باسورد هو يقدر يشوفها باي ديفولت اي يوزر ركز بس باي ديفولت اي يوزر لو دخل على الكمبيوتر منجمنت يقدر يريد كلمة يريد يعني يقرأ انما ما يقدرش غير اي برميشن اوه اي اي برميشن نعم انا الوزر ليس الوزر يعمل لا نعم لا ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ لا يعرف ما هي؟ ما هي؟ لا تدخل في حوار أخرى ما هي؟ انا صحيح! لا تدخل في هذا المكان ما هي؟ اتفهمت يا رجالة فاليوزر ما يقدرش اصلا ان هو يعمل حاجة يعني هو يخش كده يتفرج اه ده يوزر كانوت يتشينج باسورد يعني ما اقدرش ان انا اغير الكلام ده معايا المحمود نفسه الادمين هو اللي يقدر يعمل اه الادمين نفسه هو اللي يقدر يعمل لو انتم متلغبطين من المحمود ده ممكن ندلته ونشغل الادمينستريتور طيب تعال كده نعمل لوج اوف تخش بمحمود او خليه بقى هو خلاص عشان احنا اللي عملين له الشورت كات ومزبطين الدنيا هو القدر ان انت تسميها عنها ابنستريتور ما ينفعش تعال كده نعمل تعال كده نعمل انيابل للادمينستريتور مافيش مشكلة تعالوا بقى نخش ادمينستريتور ما خلاص محمود ده هنشيله عمه عشان الناس بس متضايقة ومتلغبطة او خليه او خليه او خليه قد نعمل شورت كتل البنزة ده او خليه او خليه او خليه كيف حال يوجد سمعت بشكل محبوب؟ سمعت بشكل محبوب يوجد سمعت بشكل محبوب جيداً يوجد منذ محبوب يعني كلمة user can't change password يعني اليوزر ما يقدرش يغير باسورد خالص طب اللي تحتيها بقى password never expired يعني الباسورد عمره ما تنتهي طب وهي الباسورد الليها عمر وبتنتهي بعد منه ال default بتاع الباسورد ان هي 42 يوم بعد ال 42 يوم الباسورد بتكسبير ولازم ندخل باسورد جديد الا اذا دخلنا احنا وعدلنا العمر بتاعها طب علشان تعدل العمر بتاع الباسورد دي او علشان تشتغل على الكلام ده بتعمل ايه طبعا الكلام ده لازم يكون برضو administrator اخش هنا كده تعال بس نظهر ال run والكلام يا رجالة في 7 زي ال xb هتكتب كلمة gb edit dot dot msc هيفتح لك حاجة اسمها local group policy editor local group policy editor طبعا ال group policy لها كلام معانا في 3 موديول في الكورس ده يعني اخدهم على 3 session ان شاء الله في الكورس ده وفي كورس ال active اللي هو اللي بعد اللي جاي في لسه اتنين موديول جواه وعلى مدار الكورس هنتكلم عنه هتخش هنا حاجة اسمها windows setting جواه ال windows setting هتلاقي عندك حاجة اسمها security setting جواه ال security setting هتلاقي عندك حاجة اسمها account policy جواه ال account policy هتلاقي عندك حاجة اسمها password policy جواه ال password policy هتلاقي عندك حاجة بيقولك ايه maximum password age 42 يوم يعني معناه ايه ال maximum يعني اخر ال policy اخر ال password بتاعتي تقعد 42 يوم طب بعد ال 42 يوم هم صراحة مش بعد ال 42 يوم ده بعد 15 يوم من الوقت اللي انت بتحدده يعني لما يكون مثلا الوقت بتاعك 42 يوم قبل ال 42 يوم ما يخلصوا ب 15 يوم هبوس ليه طلق رسالة لليوزر يقوله ال password بتاعتك هتنتيه كمان 15 يوم تاني يوم ال password بتاعتك هتنتيه كمان 14 يوم ثلاث يوم 13 يوم وهكذا ايه لليوزر لليميتد يوزر هل هو الوزر مش كل ما يخش الى الى ال 42 يوم لا متتجددش الى ال 42 يوم لا دي ليها maximum password ايج اخرها مش كل ما يخش يعني مش مثلا ايه انا بعمل هالو ولو قاعد 42 يوم ما يعملش لوجن فخلاص تبقى ال password بتاعته امتهت لا ده هي اخرها 42 يوم بعد ال 42 يوم لازم يجددها وصلت لك ها فانا تعالى كده احنا نخليها خمس ايام خمس ايام دول يعني ايه اقل من الخمستاشر صح لو انا قلت له دلوقتي خمس ايام بص بقى الرسالة اللى هتطلع لليوزر ومختلفة برضو الرسالة دي في السيفن عن ال اكس بي احنا هنعمل لوج اوف ونخش كده جوه ال اكس بي تعالوا نخش برضو بالادمنستراتور مش لازم بقى ها تقول له gb edit dot msc windows setting security setting account policy password policy ونقول له برضو المكسمم password age هنقول له قده خمس ايام عشان نشوف الرسالة ونقول له log off تعالى بقى خش بمحمود كده password بتاعتو one two ونقول له ارسالة طلع لك تحت كده بس نحس عليها شويه ارسالة طلع لك تحت كده بس نحس عليها شويه تشيج باسورد بتاعتك زيادة التحديد تشيج باسورد فتتطلع لك الرسالة دي وبعدين بتختفي اوتوماتيك يعني اول ما شيل الماوس من عليها تختفي على ال اكس بي كانت ازرف شوية بص بقى ال اكس بي لو انا جد الوقتي كده قلت له لوقت بص لوحده بيقول لي ايه بقول لي الباسورد بتاعتك هت اكسبايرد بعد 4 ايام ديو وانتو تشينج اي اتناو لو انا قلت له ياس هيطلع لي الشكل ده لو انا قلت له كانسل هيدخلني مفيش اعتراض طب بعد 4 ايام ما يخلصوا لا هيطلع لي بقى رسالة يقول لي انت لازم تغير الباسورد دلوقتي ايه غير الباسورد ولا غير مسموح ولا ايه لا مش مسموح يغب يدخلك لا غير الباسورد وتخش هي الباسورد بتاعتك بس اكسبايرد انت مفيش حاجة منعك ان انت تخش لما قلوا بقى الاكاونت ديسيبولد هو ده اللي غير مسموح لدخوله يا عم دي حاجة تانية مالك يا عم تقطع ليه بس الحاجة انا عندي عنش مش معقول طبعا كل جهاز يعني اكريت عليك user administrator اكيد بلدخين مسأل الميليسورد ده دي جهاز هو بيمنج بيسيس كلها ويوسر كلها عم ماشي يواش يواش بس قدام شوية نشوف هه يبقى فهمنا يعني ايه لو انا جيت كده وجيت هنا كده على الكمبيوتر مانجمنت وجيت على اي يوزر من اليوزرز اللي موجودة وقلت له الباسورد بتاعتك never expired اليوزر ده ملوش علاقة بالرقم اللي انا هحطه هنا تاني تاني لو انا جيت دلوقتي على يوزر بعينه وقفت عليه وقلت له باسورد never expired يعني معناها ايه الباسورد بتاعتك مش هتنتهي لو انا بقى حطيت في الحتة دي ميت يوم هيعدي الميت يوم وهو مش هتطلع له الرسالة هو ملوش دعوة لان هو حالته الخاصة ايه ان الباسورد بتاعته مبتنتهيش خلاص فهمت؟ علشان كده الراجل اللي اسمه administrator automatic لوحده متعلم على باسورد never expired ايه ايه ممكن اشيلها ايه خلاص كده بقى الادمنستراتور زيه زي الهفد زي اليوزر العاديين يعني فهم يعني باسورد never expired يعني الباسورد بتاعتي مش هتنتهي تعالا بقى نشوف ايه بقى الكلام اللي موجود هنا enforce باسورد هستوري عارف يعني ايه enforce باسورد هستوري الباسورد هستوري دي يعني معناها ايه معناها ان اليوزر لما يدخل باسورد مثلا كتب 123 وجه غير الباسورد بتاعته وسماها مثلا خلاها 1234 بقت 123 بالنسبة لي تاريخ ماضي صح؟ افضل فاكرها لليوزر طب واحد يقول لي ليه افضل فاكرها لليوزر ده for security بعل السيكوريتي بتاعت الجهاز فانا لما اجي اقول له هنا enforce باسورد هستوري ثلاثة يعني بيقول لك ايه هتكيب الباسورد هستوري for 3 days يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان انا هفتكر له اخر ثلاثة باسورد هو ادخله طب ولما تفتكر له اخر ثلاثة باسورد هو ادخله ايه الافادة او ايه الفايدة مش هخليه دخلهم تاني يعني ايه برضو مش هخليه دخلهم تاني يعني انت دخلت الباسورد بتاعتك واحد اتنين ثلاثة عدى الخمسة ايام او مثلا خليها بلاش خمسة ايام خليها تسعين يوم احنا عملنا كده في الشغل تسعين يوم اليوزر يغير الباسورد بتاعته اربع مرات في السنة عدى التسعين يوم هيطلب منه انه هو يجدد الباسورد بتاعته صح هو كان كتب وان تو سري يجي يكتب تاني وان تو سري يقوله لا ما ينفعش كتب اي باسورد تانية من واحد الاربعة مثلا يقوله تمام ويدخله عدى تسعين يوم تانيين هيجي يدخل واحد اتنين ثلاثة هيقوله لا ما ينفعش انا فاكر لك لسا انت كنت مدخلها المرأة اللي قابليها يدخل واحد اتنين ثلاثة اربعة وقوله لا ما ينفعش طب دخل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة يقبلها المرأة اللي بعديها هو دخل واحد اتنين ثلاثة ودخل واحد اتنين ثلاثة اربعة ودخل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة صح يفضل فاكر له التلاثة دول لو دخل من واحد لستة يعديه وبعد ما يعديه من واحد لستة يوم فاكك له بتاعت وان توسري لان خلاص عد عليها ثلاث مرات اه مفيش مشكلة ان الوزر عندنا كانوا بيكتب مثلا رقم الموبايل بتاع ويكتب واحد فكده واحد عدى الثلاث شهور يوم كاتب رقم موبايل وتاني وكاتب اثنين اهي تلاتة يوم كاتب رقم موبايله وكاتب تلاتة فيرجع بقى تاني يوم كاتب رقم موبايله بس ما خلاص بقى ما يسفرك تفاهم قصدي؟ فتعالى كده نيجي عند اليوزر مثلا الاسم محمود ده ونقوله بدل يوزر كانوت تشينج باسورد وباسورد نيفر اكسبيرد هنقوله ايه اليوزر هنشيل الشيك بوكس من على كل حاجة وهنخليله هنا انفورس باسورد هستوري تلات مرات ونعمل لوجين باليوزر ده عشان تفهموه اكتر الليوزر ده لو جيت دلوقتي كده وقاله تشينج باسورد كتب له current 1-2 وكتب له هنا 1-2-1-2 وقال له change إيه اللي حصل قال له الباسورد بتاعتك مش بتميت الباسورد بوليسي ماينفعش طب قال له 1-2-3-4 1-2-3-4 إيه اللي حصل عمله change طب جي تاني يعمل change كده كم مرة عمله change كده باسورد اللي هي 1-2 1-2-3-4 صح لو دخل هنا كده قاله current 1-2-3-4 وقال له 1-2 ورجع قال له 1-2 ورجع قال له change هيقول له ماينفعش صح إنما لو دخل مثلا 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 وقال له change كده ايه مرتين طيب يرجع تاني هنا 1-2-4-5-5-5% 1-2-4-5% برضه ماينفعش لأن لسه بعدش عليها ثلاث مرات إذا ما لو قال له 1-2 لو قال له واحد واحد وقال له تشينج غيرها صح كده بقى نقدر اتشينج الواحد اتنين ليه لان عدت عليها تلات مرات صح فلو جينا كده وقال له واحد واحد اتنين واحد اتنين وقال له تشينج ايه اللي حصل ففهمنا يعني انفورس باسورد هيستوري مفهومة ولا حسن طيب ماكسيمن باسورد ايج قلنا ايه اللي هم تتسعين يوم اخيرة طب مينم باسورد ايج يعني معناها لو انا النهاردة غيرت الباسورد بتاعتي اغيرها بعد قد دي بص الرسالة طالع لك ازاي الباسورد اكسبير تودي حلو كده لو انا الباسورد بتاعتي غيرتها النهاردة اغيرها امتى تاني احنا الديفولت بتاع اليوزر ان هو كل شوية غير الباسورد بتاعته محدش بيقول له حاجة صح قالك لا ايه لأ مش ليه تلات مرات هو بيفتكر له اخر تلاتة باسورد انما هو لو غيرها كل ثانية باسورد جديدة عادي وتسعين يوم لو هو الباسورد بتاعته اليوزر غيرها النهاردة ماينفعش يغيرها تاني غير بعد يومين يبقى الباسورد كانت بي تشينجد يعني اني لو انا غيرتها النهاردة اغيرها بعد كده امتى مش قادر تفهمها بوس يا سيد اليوزر دلوقتي المفترض ان انا لو دخلت هنا دلوقتي وجيت هنا كده ولتلو تشينج باسورد ده عشان ادمنستريتور ماشي تعال نخش بلوكال يوزر المفترض ان انا لو دخلت هنا كده في تشينج باسورد خلاص انا لو كتبت الباسورد الكارنت وكتبت له نيو باسورد وعملت كونفيرم للباسورد هيقبلها صح معايا يا عمو ولا ايه جيت بعد خمس دقايق وروحت طقت في دماغي غيرها تاني هغيرها جيت بعدها بخمس دقايق حبيت اغيرها هغيرها جيت بعدها بخمس دقايق هغيرها صح قالك لا ابقى المنمم باسورد ايج معناها ايه معناها ان انت لو غيرتها دلوقتي ماينفعش تيجي في دماغك ان انت عايز تغير الباسورد وتقوم غيرها لا ده انت لازم تستنى يومين وبعدين تغيرها معايا بعد سين يوم ده اجباري لازم تغيرها من الاخر يا باشا يعني بص من الاخر الباسورد بتاعتك اقصاها تسعين يوم واقل حاجة يومين مش اكسباير ده انت عايز تغيرها غيرها مش عايز تغيرها ما تغيرهاش طيب واحدة واحدة بس بص يا سيد انت دلوقتي الباسورد بتاعتك اجباري هتتغير بعد كم يوم تمام كده انما انا ممكن في اي وقت اغيرها صح يا عم ماشي انا لو غيرتها في اي وقت هعدلي تسعين جودات لو سبتها كده او كده بعد تسعين يوم لازم اغيرها يعني انا كانت بتطلع لرسالة قولنا الرسالة دي هتطلع بعد خمستاشر يوم صح لما يتبقى خمستاشر يوم لو انا دلوقتي الرسالة دي تلعتلي في اليوم الخمستاشر يعني ناس خمستاشر يوم تلعتلي رسالة قال لي لازم تغيرها بعد خمستاشر يوم معي لغاية دلوقتي كده وروحت مغيرها ايه اللي هيتم اكيد مش هتطلع للرسالة تاني يوم ده انا هاخد تسعين يوم جودات صح انا فات تلاتين يوم انا فات تلاتين يوم فات علي تلاتين يوم يعني لسه ناس على التسعين يوم كم يوم ستين حبيت اغير الباسورد حد اللي عندي حاجة رحت مغيرها هيعمل ايه هيديلي 90 جدات وصلت الفكرة بقى كلها ان انا مش عايز كل ما اليوزر كل شوية اليوزر ييجي يقول لي ايه انا نسيت الباسورد انا مش عارف ايه نتيجة ايه انه عنده وسواس لا دي الباسورد دي سهلة لا دي انا دخلتها مش عارف ايه لا انا عايز اعملها مش عارف شكلها عامل ازاي اصلي اليوزر زي عندهم هسس فانا عشان اراح نفوخي اعمل ايه عشان اراح نفوخي اقول له ايه لا ده انت لو غيرتها النهاردة اتغيرها بعد يوم ايه او اسبوع او اسبوع او عشرة ايام ممكن اجي هنا بص عشان برضو تبقوا فاهمنا ممكن اخلي الماكسيموم قد المينموم يعني هو الباسورد بتاعته كل 90 يوم ما تتغير اجباري اكسبايرد وتتغير اكسبايرد وتتغير لا لا انا بخليها بعد يومين اللي غير الباسورد بتاعته النهاردة حبي غيرها تاني غيرها بعد يومين مش مشكلة وصلتك ولا طيب المينمم باسورد لينث يعني معناها ايه مينمم باسورد لينث يعني معناها حجم الباسورد بتاعتي حجم الباسورد بتاعتي خلي بالك اليوزر اللي اسم وحمود ده لما عمل الباسورد بتاعته وان ابل عملها وان تو سري ابل عملها وان تو سري فور ابل لو كتب خمسمائة حرف هتقبل صح لا انا عايز بقى احجم العملية دي مش عايز الباسورد بتاعتي تبقى واحد نجيش واحد يحط لي الباسورد بتاعته رقم واحد قال لكم ما لتعمل ايه قال لك اعمل مينمم باسورد لينث يعني معناها ايه مينمم باسورد لينث اقل حاجة اقل حاجة سبعة كاراكتر يعني ايه سبعة كاراكتر يعني الباسورد مصد بي اتليست سيفن كاراكتر يعني ايه اتليست سيفن كاراكتر يعني سبعة حروف سبعة ارقام يعني انا لو جيت دلوقتي هنا كده وعملت وانا الادمنستراتور وجيت قلت له انا عايزة كريتلك نيو يوزر اكس وجيت كتبت الباسورد بتاعته وان تو سري وان تو سري وقلت له كريت هيقول لي لها ارر ما ينفعش ده لازم تبقى الباسورد بتاعتك اقل حاجة سبعة حروف تبقى واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة سبعة وقل له كريت قبلها ولا ما قبلهاش علشان خاطر انا قلت له المنمم بتاعتك اقل حاجة في الباسورد بتاعتك تبقى سبعة حروف طب اللي تحتيها باسورد مستميد كومبليكس يعني معناها ايه يعني الباسورد بتاعتي لازم تكون معقدة فانت لو جيت هنا كده اكسبلين قلت له طب فهمني يعني ايه الباسورد المعقدة دي انا مش فاهم قالك الباسورد لما تكون معقدة تكون بالشكل ده تكون حروف كابيتل من LZ كابيتل ومن LZ سمول ويكون فيها ارقام من zero to nine فهم ويكون فيها الحبشتكنات دي dollar sign مش عارف هاش مش عارف percentage الكلام ده فدي معناها يعني معنى كده ان هي كومبليكس فاحنا اتفقنا مع بعض ان مايكروسوفت عامل لك الباسورد بتاعتك كومبليكس طبعا هي باي ديفولت بتبقى disabled هقول له enabled مايكروسوفت قالت لك شكل الباسورد الكومبليكس اللي هو اتفقنا مع بعض بالشكل ده كلمة باسورد بس متغيرة شوية كلمة باسورد العادية بس هكتب له بيه capital at ss w0rd وممكن تقول له at dollar sign dollar sign w0rd تبعى بالشكل ده دي كده شكل الباسورد الكومبليكس فعلشان كده لو انا جد دلوقتي ادلت بقى اليوزر ده واجهة carry it يوزر تاني وقول له x وقول له الباسورد بتاعتنا تبقى من 1 ل7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 وقلت له carry it برضو هيصرخ في وشي هقول لي لازم الباسورد بتاعتك تكون كومبالكس با يا عمي ما انا صعبه ولا ما صعبهاش ايه لا حلو بصوا بقى ركزوا بس معايا هابسة اني سؤال حلو ام سرحان دلوقتي محمود سرحان دلوقتي الباسورد بتاعته 1 2 مش الباسورد بتاعته 1 2 هيتأثر بقى بالباسورد الكمبالكس دي لا مالوش علاقة خالص مش adminstrator محمود مالوش علاقة بالباسورد الجديدة يعني بص دلوقتي محمود لما يخش نقول له log off بص 1 2 محمود دخل طب ايه ده ما انت بتقول الباسورد مالوش علاقة ما هتتطبق عليه بقى لما التسعين يوم يخلصه او لما يجي هو يعمل تشانج الباسورد بتاعته هتطبق بقى لالبوليس الجديدة وصلت إلا إذا إلا إذا جت على اليوزر نفسه اللي اسمه محمود وقلت له انت الباسورد بتاعتك باسورد باسورد ويوزر كانو تشانج باسورد خلاص يبقى يفضل بقى هو زي ما هو لو جت كده دلوقتي على محمود قلت له باسورد 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 ويوزر كانو تشانج باسورد يبقى كل الناس هتطبق عليهم البوليسي دي ما ده محمود لأن محمود لي حالة خاصة حالته الخاصة إيه انه هو الرجل اللي ما بيعرفش غير الباسورد بتاعته وحالته الخاصة بتاعته إيه كمان ان الباسورد بتاعته ما بتنتهيش وصلت فيها مشكلة سهلة ولا صعبة طيب لو جينا هنا بقى اكاونت اس دي سيبلد معناها إيه اكاونت اس دي سيبلد معناها إن الأكاونت ده مش موجود عندي طبعا على مستوى السيفن لو أنا جيت دلوقتي قلت له اكاونت اس دي سيبلد هيعمل لي العلامة اللي هو ال اكس دي لما جي هنا عمل لوج اوف مش هلاقي أصلا ان الأكاونت ده موجود فبالتالي مش هعرف أخش به شايف إنما على مستوى بقى ال اكس بي الوضع مختلف شوي على مستوى ال اكس بي لو أنا جيت دلوقتي هنا كده ودخلت على الكمبيوتر مانجمينت وجيت هنا كده على ام سرحان قلت له الاكاونت اس دي سيبلد هو كده او كده أنا مش هعرف أخش بي بس هي هبان أكتر ليه بقى هو مش هزهرني في المينيو يعني هو هنا كده محمود سرحان روح تكلم الادمينستراتور وخليه يفتح وصلت بتعمل الموضوع بتعمل موضوع ايه بتعمل ايه دي سيبلد يوزر مثلا نواخد أجازة يوزر واخد أجازة فترة ومدي الباسورد الحد مثلا فأنا ممكن اعمله دي سيبلد المفترض يعني شركات المحترمة بتعمل كده في شركات متوقعش محترمة متعملش كده بينسوا يعني بينفضوا يعني بينفضوا فهمت يعني بقى كاونت اس دي سيبلد طيب فهمت الاتنين علاقتهم واحد الاتنين هنا دول مع بعض يعني دول يعني لهم علاقة مع بعض يعني هو كانو تتشينج باسورد ونفر اكسباير ده ما انت ما ينفعش ان انت تيجي برضو هنا واحنا الاكاونت ده اه بص بقى اقولك بقى انا الاكاونت ده انيبل ده صح لما تيجي هنا تجيب البروبرتس بتاعته ما ينفعش ان انا اقوله يوزر كانو تتشينج باسورد واجي هنا واقوله واقوله مثلا ايه الباسورد نيفر اكسبيرد معلمش عليها واحد يقول لي ليه ما هي هي لان الاتنين لهم علاقة بعض ماقول يوزر كانو تتشينج باسورد والباسورد كده او كده 42 يوم ما هي الباسورد الديفولت بتاع 42 يوم هيجي بعد ال42 يوم اليوزر كانو تتشينج باسورد لو سبتها الواحد ايها كده بعد ال42 يوم اليوزر ده مش عارف يخش على الجهاز الادمن بقى يخش ويغير له الباسورد بتاعته اه لا ما انا لازم اعلم على التشيك بوكس ده افريد انا معلمتش على التشيك بوكس ما اول اختيار بيقفل لك الاتنين لان الاتنين لهم علاقة عكسيب دي ازاي بتقوله غيرها وبتقوله ما تغيرهاش وازاي بتقوله غيرها وبتقوله الباسورد ما انا بقوله الباسورد بتاعتك ما بتنتهيش طب ليه تغيرها وصلت فهمنا الاكاونت اس دي سيبولد فهمنا القصة دي لو دخلنا هنا برضو على جروب بوليسي تاني اكاونت بوليسي باسورد بوليسي فهمنا انفورس باسورد هستوري باسورد ايج انفورس باسورد هستوري يعني افتكار له اخر كان باسورد ماكسيما باسورد ايج يعني عمر الباسورد الفعلي كلي سيبقى دي مينمم اقل وقت اليوزر يغير الباسورد فيه باسورد لينز معناها ايه الحروف بتاعتها كومبليكس معناها انها معقدة خلاص تستور الباسورد يوزيج ريفلزبل انكريبشن دي لسه اناخدها قدام شوية واشننتكلم عنها دلوقتي اتفهمت الكلام ده لو جت كده عند اليوزر ده وقفت عليه هبوص لاني اليوزر تحت منه حاجه اسمه account is locked out يعني ايه account is locked out locked out يعني مقفول account is locked out يعني مقفول هو امت اليوزر ده يبقى مقفول امت اليوزر ده يبقى مقفول بوص يا سيدي نفترض ان اليوزر ده يدخل هنا كده نعمل log off وجينا هنا كده عند محمود وقالنا له الباسورد 1 انتر قالك الباسورد غلط صح قلت له 1 2 3 انتر قالك الباسورد غلط قلت له 1 2 3 4 5 انتر قالك الباسورد غلط صح قلت له 1 2 انتر رحم دخلنا يبقى انا اقدر اعمل كام محاولة غلط علشان اليوزر يخش الديفولت مدى الحياة يعني انا لو اعرف مثلا الباسورد بتاعت 1 ونقص لي فيها حرف ممكن بقى براحة خالص اكتب الحروف كلها واجه عند الحرف اللي نقص وقعد احاول به زي ما انا ما عايز محدش هيقول لي حاجة فممكن مثلا وانت قاعد بتكتب الباسورد بتاعتك زيميلك قاعد جنبك عيني رشقة في الكيبورد فلقاط له ايه 5 6 حروف ونقص له حرف يقب بقى درب زي ما هو عايز طب ايه اهمية الباسورد طب ما يخش لا عادي يا عم ما هو ليه اكسز على الكمبيوتر ده لا قدام شوية لما تاخدوا بقى حاجة اسمها تيمي جي اللي هو بيطلع الناس انترنت او لما مثلا تيجي نتكلم مثلا في حاجة اسمها فورتي جيت او جينيبر او اي حاجة من دي هبص لقي ان انت اليوزر انت ممكن ان انت اليوزر بتاعك اللي انت بتعمل عليه لوجين ده انت ممكن تتحكم في دخوله على الانترنت يعني ايه تتحكم في دخوله على الانترنت هو كلام طبعا قدام شوية بس انا بفتح لك بيه موخك بيبقى فيه على الفايرول بتاعك الفايرول ده اللي هو بيخرجك انترنت اللي تقدر من خلاله تخرج انترنت بيبقى عندي حاجة اسمها ويف فلترينج كلمة ويف فلترينج يعني بفلتر المواقع اللي موجودة عندك يعني على سبيل المثال اي موقع الرجل الديزاينر بيعمله لابد ان هو يروح عند سيرفز بروفايدر مثلا زي تيئ داتا زي اي موقع عالمي مثلا جو دادي المواقع اللي موجودة العالمية دي بيبدأ ان هو يقول له من عندي موقع اسمه كذا علشان الناس تسأل عنه هيقوم الراجل ده يقول له طب الموقع ده يندرك تحت ايه لو الموقع ده بيتكلم في رياضة يبقى سبورت كاتيجوريز بقى لو الموقع ده مثلا بيتكلم مثلا في سيرش وبتاع زي جوجل يبقى سيرش انجل لو الموقع ده مثلا بيتكلم في حاجات سيكس يبقى بورده لو الموقع ده شاتنج يبقى بيشات يبقى شاتنج لو الموقع ده ميل يبقى ويب اصدق ميل وهكذا كل بقى كاتيجوري من دي وليه الصنف بتاعه خلاص ثانيا باجي على الفايرول بتاعي ده واقول محمود لما يجي لك يفتح الانترنت يبقى مفتح له كل حاجة اه انما مثلا لو محمد جالك لا يخش بس على النيوز يخش على السبورت فلان جالك يخش على كذا وهنا كلنا عادين على جهاز واحد فهي بتختلف من يوزر ليوزر فلو الناس كلها معاها الباسوردات بتاعت بعض خربت صح زي ما انت ما بتقول دي جزئية الجزئية التانية يمكن يعمن مثلا محمد ادمنستريتور على الجهاز فقدر يستطى ببرامج انت مش ادمنستريتور فما ينفعش الناس تعرف الباسورد بتاعي ببعض صح؟ طيب المشكلة كلها تتلخص ان لو اليوزر ده شفني وانا بكتب الباسورد بتاعتي ونقص له اخر حرف ما احنا زي ما اتفعنا هيقعد يحاول يعني كان فيه شركة 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 ما يعني كنت بعمل لها سابورد وكان الوفيس بوي هو بيقدم للمدير الشاي لعطي الباسورد وبعد ما الراجل ما مشي دخل ودخل على البرينتر وطبع صور كده المهم انه طبع 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 وبعدين البرينتر وقفت في حاجة فالمهم ايه هو ما عرفش رح قافل الجهاز فالصبح الراجل جاي بيفتح الجهاز امر الطبعة لسه موجود فرح طابع تلف بقى الدور تلف الدور مين مش عارف ايه لغاية مع اكتشفوا الموضوع فالفكرة ايه ان لأ ده نتيجة ايه نتيجة ان الادمنستريتور مش مزبط نفسه فانت هنا لو دخلت جوا البوليسي في ويندوز سيتنج سيكيوريتي سيتنج اكاونت بوليسي باسورد بوليسي اللي احنا اخدناها صح تحتيها حاجة اسمها اكاونت لوجد اكاونت لوجد اوت بوليسي اكاونت لوجد اوت بوليسي دي برضو بايدفولت ما بتبقاش شغالة خلاص لو انت دخلت هنا وقلت له اكاونت لوجد اوت ثري شولد يعني معناها كام محاولة اليوزر يقدر يدخل الباسورد بتاعته غلط تلاتة مثلا حلو تلاتة هبص لأيه فتح لك الاتنين اللي فوق منها واللي تحت منها اكاونت لوجد اوت ديوريشن والاكاونت لوجد اوت اه حلو كده هبص لأيه هنا المحاولات بتاعت اليوزر بتاعتك هو اليوزر يقدر مثلا لو انا انسيت الباسورد بتاعتي مرة التانية دا خبطت في الكيبورد التالتة بقى اكيد مش هتقيمي يعني اكيد هكتبها صح صح كده فقال لك هنا الاكاونت لوجد اوت ديوريشن معناها ايه معناها ان انا الاكاونت بتاعي لما ان دخل التالت محاولات غلط الاكاونت بتاعي دا هيحصله حاجة اسمها لوجد اوت لوجد اوت يعني هيتقفل اكاونت بتاعي هيحصله لوجد اوت هيحصله لوجد اوت قد ايه قالك بايدفلت الاكاونت هيبقى لوجد اوتOTH لاجد تلاتين دقيقة بعد ذلك يتفتح لا يتفتح تدخل الباسورد لا تدخلوه الوزر شغال يتفتح يكون مفتوح تدخل الباسورد اه انا ممكن كا ادمنستراتور افك هان بس انا مش اخليها نص ساعة انا اخليها مثلا خمس دقايق او عشر دقايق او مش كل مرة بقى يا امي ان هو يوضع عشر دقايق او هايزها طيب نريسيت بقى الاكاونت يعني ايه بقى نريسيت الاكاونت ركز معي دلوقتي انا عمي دخلت على الجهاز بتاعي خلاص دخلت على الجهاز بتاعي وكتبت الباسورد بتاعتي اول مرة غلط فكده انا عندي كم محاولة محاولة صح وجيت روح تكاتب لها باسورد غلط محاولة تانية يبقى كده عندي كم محاولة محاولتين نايس لي واحدة لو انا كتبتها غلط الاكاونت بتاعي ده هيتقفل صح كده فانا في التالت روح تكاتبها صح راح مدخلني جيت بعديها بستة شهور جيت بعديها بستة شهور جيت الصبح روح تكاتب الباسورد بتاعتي غلط هل بقى كمبيوتر بقى مرقاد لي من ستة شهور قاعد مستنيني ما انت عندك محاولتين غلط فهو قاعد بقى 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 له ستة شهور مرقاد لك بقى ان انت بعد ستة شهور دول يفتح لك قالك لا قالك ما احنا هنرسيت الاكاونت بتاعك افتر قديه عشر دقايق يعني بعد عشر دقايق من ما انت ما تخش هنسلك المحاولتين الغلط وصفرهم يبقى ليك ثلاث محاولات جدا فانا لو شغلت دي دلوقتي وجيت هنا دلوقتي وعملت لوج اوف هو محمود الباسورد بتاعته وانتو صح لو دخلت دلوقتي كده قلت له وانتو سري ادي محاولة وانتو هيدخن صح كده كده ناقص لي ايه مرتين لان العشر دقايق ما خلصوش ناقص لي مرتين لان العشر دقايق ما خلصوش كتبت له بقى وانتو سري فور ادي كده ثلاثة كتبت له وان ادي كده كام كتبت له بقى وانتو ايه اعمل فيه ايه اعمل فيه اعمل مش تغلتش ولا ايه ايه؟ انا قد به صحين اوون ادي واحد اتنين اثنت این ثلاثة صح كده تعال عم خليها اربعة اه اصم الحبايي قولوا بقى وانتو اشتغلت يا عم هنا يوه حسب بعد المخاوص الافصالة من لا 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 مشوك والمفترض بيرستها بعد عشر دايب ها اه انت بقى كده المفترض ان انت تستنى 10 دقايق علشان تقبل لوجه هو معلكش ان انت مش موجود خلي بالك انت دلوقتي لو كتبت له الباسورد الصح تم تكوين 10 دقايق هناك عمّة لا يا عمّة لا يا عمّة رجاء لك ثاني حلو انت مش عايز تستنى 10 دقايق خلاص اكلم الموضوع طبعا انا مثلا اليوزر يكلمني يقول لنا الباسورد مش عارف ايه ودخلتها غلط والكلام ده طب استنى بس شوية لا انا بعزبهم بسيبهم من 10 دقايق عشان بعد كده يحط عنف وسط راسه بعد كده لما يجي يخش ما يغلطش اصلا لو كده انت هتجرع اليوزر عليك خلي بالك انت عشان انت بقى اي تي جامد لازم يبقى لك شخصية عو الله لازم يبقى لك شخصية على اليوزر ليه بقى لاني لو انت تصحب معهم عادي بس لما يجي يطلب منك طلب يبقى خاف منك ليه بقى لاني هيخدها بعشرة هيجي قولك طب معلش بس انا النهاردة فيه متش مش عارف اي انا عايز افتح لي بس الويب سايد بس اقرأ بس موقع الزمالي اقرأ موقع الاهلي اقرأ مش عارف موقع كورا فانت تضطر تفتحوله طب معلش بس انا جايلي ميل مهم في هوت ميل ومش عارف تفتحوله طب انا مش الطلبات ما بتخلص اه ليه بقى لان انت اللي بتشيل تيم بعد كده لما يجي ميل مثلا يبقى والدنيا تبقى بطيقة ولا يجي حد يخش على الويب سايد بتاع الشركة والدنيا تبقى بطيقة ولا يجي حد يعمل الكلام هيجي يقولك جيب الائتي فانت لو جيت هنا بقى في لوكال يوزرز و جيت على يوزرز و جيت على محمود هتلاقي بقى ايه محمود ده تشيل بقى انت وتقول له اضلاي بطول ايه انا كرجل ادمنستريتور يعني خلاص هتخش بالأدمنستريتور وقول له سيت الباسورد لا 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 مافيش بوليسي كده انت عايز تعمل بوليسي كده يعني لا معاي كده سهلا والله صعب الكلام لكم سؤال لغاية دلوقتي انتقبته ها طيب ناخد بس حتة كامل لا لا ناخد حتة وسيطة تفهمت الكلام ده وتفهمت الحاجات دي الكلام بقى ده كله الحتة بتاعت الوكال يوزرز عندو جروبز اللي فيها اليوزر اللي انا بكرية اليوزر بتاعي ده لما اجا قوله اليوزر نيم وكرية اليوزر بتاعي ده الكلام ده بيسموه جيو آي يعني graphical user interface شكل كده انما اليوزر ده بيكرية جوه حاجة اسمها data base اليوزر ده بيكرية جوه ايه حاجة اسمها data base ال data base بتاعته اللي هو بيبقى جواها اليوزرز اللي موجودين عندي انما ده شكل image كده بكون نكت عليه اشوفه هو انا دلوقتي لما باجي افتح صفحة ياهو وخش اكتب الميل بتاعي واكتب الباسورد بتاعتي الميل بتاعي والباسورد بتاعي دول موجودين فين موجودين على data base ال data base دي اللي بتطلع لي الاميلات بتاعتي مش الصفحة هي ال data base دي الصفحة دي بس علشان خاطر تطلع لي الشكل بتاعي صح فنفس الكلام بالضبط ده مش ال data base دي الصفحة اللي نقدر من خلالها اكاريت يوزر انما ال data base بتاعته فين هي ال data base بتاعته في حتة اسمها في السي في حتة اسمها system32 جوه system32 ملف اسمه config جوه config هتلاقي حاجة اسمها sam file security account manager sam file security account manager وده بيتسير له فيه كتير في انترفيوهات مايجيش واحد اقول له فين السام فايل يقول السام فايل ده في system32 لا rejected ده جوه نسخة ال windows تخش جوه system32 config عشان انا لو دورت جوه system32 مش هلاقيه يبقى انت غلط مكانه فين بقى اهو السام فايل اهو السي او مش السي نسخة ال windows موجودة فين شوفها فين هي تلاقيه نسخة ال windows بتاعتي جوه نسخة ال windows هدخل جوه system32 جوه system32 علي ملف اسمه config جوه config هلاقيه حاجه اسمه السام security account manager او في اي ويندوز xd نفس القسم سي ويندوز system32 سي ويندوز سي ويندوز سي ويندوز دي ال data base اللي فيها اليوزر عارف زمان ايام ال 98 وال 2000 السام فايل ده لو كان مثلا انا يوزر دخلته وكتبت اليوزر غلط اليوزر بتاع ال administrator كتبت الباسورد بتاعتي غلط مش فاكرها فيها اي مشكلة مش عارف اخش مش عارف اقسس اخلع الهارد اركبه في اي حتة تانية اخش ادلة السام كان ايه لي يحصل يوم كاريتلي account اسمه administrator وعمله لي من غير باسورد في السيفن بقى او ال xb او الفيستا او ال2003 او ال2008 لو انا دخلت جواه السام ودلتها يعني خلعت الهارد ودلت السام ده الويندوز ضرب الويندوز يضرب ايه مش ملفات البوت ما وما فيش يوزر اقوم بيه مش هيروح الكاريتلك administrator لا ده ما فيش يوزر اقوم بيه هل اقدر ادلت السام يعني انا اقدرها في كده وقوله delete لا اطبع ماينفعش ان انا دلتو واحد يقول لي lead ماينفعش ادلتو ليه لان انا اصلا داخل من خلاله وانا اليوزر ده داخل من خلال مين ما مستحيل انه يدلت امتى بقى لو انا خلعت الهارد ودلتو هو انت ينفع دلوقتي تشغلي فيديو وتيجي تقوم مسهو وانت مشغله ماينفعش صح كده فالسام فايل ده اللي هو security account manager ده هميت في السام فايل انه وجوا كل اليوزرز اللي موجودين كان ايام الاكس بي كانت مايكروسوفت عاملة حركة غبية قوي كلام ده في الاكس بي بس شايف السام فايل ده طبعا خلي بالك بص انا لو جيت دلوقتي قلت له انا عايز اخذ منه قوبي وحطه هنا بس ماينفعش يعني ماينفعش حتى تشيله من مكانه ما هفتحه امش هشوف حاجة يعني لو جيت دلوقتي قلت له مثلا ايه open مش شوف في حاجة هو حتى اسمه security يعني اول من اسمه اسمه ايه security account manager ده المكان اللي هو secure وقدر من خلاله امنج عملية اليوزرز كان في الاكس بي بقى كانت مايكروسوفت عاملة حركة خيبانة قوي كانت حاجات دي اللي بيعرفها الهاكرز ان وقيت لك كوبي من السام بص يعني انت لما تيجي هنا كده في system 32 كونفج برضو انا السام ده لو حبيت ادلته ما اعرفش شايف لو حبيت اخب منه قوبي واجه حطها هنا ما اعرفش كانت مايكروسوفت عاملة لك زي backup للسام كده لما تيجي تخش هنا كده ممكن اخده قوبي برا ممكن افتحه اي نعم انا مش هقراه يعني اي نعم انا مش هعرف اقرا اللي جواه بس هو بس هو ايه هو بالهاكينج طول بتاعته يقدر يترجم الكلام ده بس هو يقدر انه هو يفك الكلام ده فعلشان كده كان الهاكر بيعمل ايه بيجي في الحتة دي ويرش اللي ايه في ريبير لا في السيفن بقى مفيش اصلا الفولدر ده مش موجود بتاع ريبير ده اصلا في السيفن مش موجود يعني لما تيجي هنا كده ايه لا ايه اه حاجة تاني لا الالفين وتلاتة نفس القصة برضو بس مفيش ريبير اتفاهمت فالسام فايل اللي هو تحت كومفك ده انا مقدرش اعدل فيه انما في ال اكس بي اقدر اعدل في السام فايل اللي هو تحت ريبير فالسام فايل ما هو الا الداتا بيز اللي انا اقدر من خلالها امنج عملية اليوزرز اتفاهمت الكلام فيها مشكلة طيب الكلام بقى بالزبط على الالفين وتلاتة والالفين وتمانية نفس القصة بتاعت الاكس بي والسيفن مع اختلاف بسيط في الالفين وتمانية بصوا رجالة الوضع في الالفين وتلاتة الوضع في الالفين وتلاتة مع العملية مثب الالفين مثل السيفن بالزبط لو حضرتك when i got to go here وقفت وطلاته اختلاف زيه مثل ما مثل اكس بي اختلاف حال جد هاتيه من الوقا فقال جديد نفس الكلام بالزبط تقدر ان اتهدر ايضر ايه؟ اه لما انت تكون ميكاريته ولو دخلت هنا في POLICIES يعني جيت كده وكتبت gb edit .msc windows setting security account policy باسورد هتلاقي نفس الكلام بالضبط شايف look out نفس الكلام الفرق الوحيد في 2008 هو مفوش فرق خالص في حتة اليوزر يعني لما جي كده اقول له managed واجي هنا كده اقول له configuration واجي هنا كده local users and groups users واجي هنا كده وكاريت user نفس الكلام وبرضه look out مش هتظهر لما يكون ميكارية الأكاونت فنفس الكلام بالضبط اما الاختلاف او الفرق الفرق كله ان انا لو جيت هنا كده كتبت gb edit ان هتلاقي على 2008 لما تخش في الحتة بتاعت بطاعت البوليسي اللي اسمها policy must meet complex هتلاقي شغالة ده الفرق الوحيد باسورد باسورد must meet complex هتلاقي لأرر فاكرين احنا قلنا مع بعض انا اخدها لما نتكلم عن user's account فهي باي ديفولت بتبقى شغالة كده باي ديفولت بتبقى ايه شغالة enabled طبعا انت ممكن تيجي تعمل la disabled مش مشكلة براحة فهو ده الفرق الوحيد ما بين الاربع operating system في الالفين وتمانية بس ان دي بتبقى enabled سهلة لكم سؤال في user account تمام